هزيلكوا حاجة لذيذة جدا واعتقد انها لم تحدث في التاريخ الهلال الليبي لعب ماتشين في دول الاربعة وستين ولعب ماتشين في دول الاثنين وتلاتين في الكونفيدرالية الاربع ماتشات خلصوا تلاتة اتنين كسب الماتش الاولاني تلاتة اتنين على ارضه كسب الماتش التاني تلاتة اتنين بره ارضه كسب الواتش الاولاني امام مصري تلاتة اتنين على ارضه خسر الماتش الرابع 3-2 بره أرضه وثم اللجوء لضربات الجزاء الترجحية ولكن المرة دي ما خلصتش ضربات الجزاء 3-2 وطبعا ده من طرائف وعجائب كرة القدم نتيجة 3-2 دي ما بتتكررش كتير في الكرة يعني لو جت فكرت وكده تلاقي 1-0 أكتر نتيجة 0-0-2-0 لكن 3-2 دي ما بتتكررش كتير فما يجي فريق يلعب 4 ماتشاط ذهاب وإياب في دول 64 ودول 32 وال4 ماتشاط يخلصوا 3-2 فده اخترائف وعجائب بالنسبة للهلال الليبي اللي أقدم مباراة كبيرة جدا أمام النادي المصري اللي أقدم مباراة أكثر من رائعة في الشوت الأول